اشتركوا في القناة في العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا اليوم في لقائنا المستمر في برنامج نور الدين والذي نستهدي به في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى نتكلم حول مسألة حادثة وإن كان قد تكلم ودندن حولها الفقهاء القدماء إلا أنها قد أخذت أوضاعا تتعلق بالطب والقانون والاجتماع البشري تتعلق بالإنسان كإنسان وهي قضية نقل الأعضاء نقل الأعضاء بدأ منذ زمن طويل قد يكون من أكثر من سبعين سنة إلا أنه كان في بداياته وخطواته الأولى ثم بعد ذلك جرت الأبحاث وتوصل الأطباء إلى ترتيب معين يستطيعون به نفع البشرية وأصبح هذا المبحث كبيرا وطويلا لأن ما ينقل من إنسان إلى إنسان ومن حيوان إلى إنسان ومن إنسان إلى نفسه مختلف هناك نقل للقرانية وهناك نقل للأنسجة وهناك نقل لأعضاء مركبة وهناك نقل لأعضاء بحالها لكنها اثنين في الإنسان كالكليتين مثلا وهناك نقل جزء كجزء من الكبد وهناك نقل كلي كنقل القلب من إنسان انتقل توا وفورا من الحياة أنواع كثيرة جدا وأصبحت الموقف من هذا مختلف بين البشر هذه المسائل التي تتعلق بالإنسان ليس محلها الوصول طبا إلى القدرة وعدم القدرة عليها ليس كل ما يتوصل إليه الطب نستطيع أن نفعله الأمر متعلق بحياة الإنسان وبعلاقاته مع الآخرين وبتاريخه ومستقبله فالأمر أكثر تعقيدا من أن يكون مختصا بجهة معينة وهي أن الطب استطاع أن يفعل هذا الطب قد يستطيع أن يفعل شيئا ويأبى علماء القانون أو علماء الشريعة أو أهل الاجتماع البشري أو الساسة أن ينفذوه لأنه يكر على القيم أو لأنه يهدم منظومة قانونية يحتاج إليها البشر في تحقيق العدالة بين الناس ليس كل ما يتوصل إليه الطب مباشرة يكون مقبولا توصل في أبحاثي إلى إمكانية الحدوث وهذا هو الذي حدث مع نقل الأعضاء وأخذ هذا الموضوع مساحة كبيرة من الزمن وهيجدنا بعد ذلك أكثر من عشرين دولة إسلامية الدول الإسلامية في منظمة التعاون الإسلامي سبعة وخمسين دولة تنص دستيرها أنها دولة إسلامية إلا واحدة أو اثنين لكن هذه الدول منها أكثر من عشرين دولة دخلت في نطاق وضع قانون ضابط بشروطه وأحواله لنقل الأعضاء وأخذ دراسات كثيرة جدا ومؤتمرات كثيرة جدا ونصيب مصر من هذا كان كبيرا قام الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية بعمل أكثر من مؤتمر وكان آخر تلك المؤتمرات على عهد الإمام الأكبر رحمه الله تعالى سيد تنطاوي وجمعت كل الأبحاث والأقوال والدول التي أنشأت قوانين سابقة لدراستها وصدر في مصر ما يتعلق بنقل القرانية أولا ثم ما يتعلق بنقل الأعضاء ثانيا وحدث بعد التجريب والتطبيق بعض التعديلات على القانونين بحيث أصبح هذا القانون كأنه حجة ومرجع يبين الشروط ويبين الكيفية ويبين ما هو المتاح والمباح وما هو الممنوع والقبيح حدث كل هذا والحمد لله رب العالمين فنحن الآن بعد كل هذا الجهد العلمي الرصين الذي اشترك فيه علماء الشرق وعلماء الغرب وعلماء الشريعة وعلماء الطب وعلماء الاجتماع وعلماء السياسة واشترك فيه كثير من المفكرين لأن الأمر كما قلنا لا يختص بالطب وحده صدر قانون قانون موجود ومعمل به ووضع شروط متى ننقل كيف ننقل هل يجوز أن يأخذ المنقول منه شيئا من المقابل هل يجب على المنقول إليه رعاية المنقول منه رعاية صحية وطبية لأنه أضره بأخذ جزء من جسده إلى آخر ما هناك من الحالات هذا الموضوع ما زال يشغل بال الناس لماذا يشغل بال الناس لأن الإنسان لا يملك نفسه هذا هو أساس الموضوع أن الذي يملكك هو الله خالقك وهذه الأعضاء التي معك من عينين من أنف من أذن من أسنان من كبد من كلية من معدة كل هذه الأعضاء مختصة بك ففي فرق ما بين الملكية وفي فرق بين الاختصاص الملكية شكلها إيه أني أجوز التصرف فيها كما أشاء أنا لا أجوز التصرف لا في أعضائي ولا في حياتي كيف أشاء إذن أنا لست مالكا ملكية حقيقية بس العينين عينية والكليتين كليتية والكبد كبدي والحاجة حاجتي ألقى على سبيل الاختصاص يعني مختصة بك يبقى يبقى التعبير الصحيح أنك لا تملك أعضائك ولا تملك روحك ومن هنا كانت تصرف في الروح جريمة لو الواحد حاول ينتحر وروحه تطلع منه يبقى جريمة وطبعا مش هيموت اللي بقى جلو إنما يكون ارتكب جريمة فإذن لا يجوز للإنسان أن يتصرف لا في روحه ولا في نفسه بهذه الكيفية يجوز للإنسان أنه هو يفعل ما لا يضره وهنا بيتدخل الطب عشان يقول طب أنا هنقل كلية لأخويا ولا للإبن ولا لزوجتي ولا هتلقاها طيب هذا الفعل هل هيضرني هل هيؤدي إلى وفاتي مثلا هل أنا عندي كليتين كلية سليمة وكلية غير سليمة فهاخد السليمة يبقى ما عنديش حاجة ويسبب هذا الوفاة ولا لا كل هذا الكلام نظمه القانون وعلى سبيل أيضا التفاعل كنا نحب نسمع بعض الأسئلة أنت يظهر عندك سؤال يعني محتاج ليه قوي طب وريني كده فجلتك نجد بعض من الجراحين نجحوا في نقل الكلية من الخنزير للإنسان ومع ذلك نجد هذه الجراحة يحرمها بعض العلماء مع أن فيها حياة للإنسان وهل التحريم هنا يشمل الخنزير فقط أو نقل الكلية من الخنزير فقط أو أي حيوان تاني إن جازت العملية الخنزير عند الجماهير هو حيوان نجس ومحرم أكله لكن الإمام مالك يرى أن كل حي طاهر فإنقاذ حياة إنسان بجزء من حيوان وإن إحنا عندنا هنمشي وراء مالك سيدنا الإمام مالك ويبقى الخنزير طاهر لأنه كل حي طاهر عنده بخلاف الشفع وكذا إلى آخر فأنا هاخد هذه الكلية من الخنزير على فرض يعني أنا ما عرفش طبا تنفع أو لا ما تنفعش لكن السؤال كده وأحطها في الإنسان علشان أنقص حياته علشان أحسن صحته فهذا لا بأس عليه لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وانا وانا بعمل كده باغ باغ على حد ظلمت حد اعتديت على حد الإجابة لا يبقى فمن اضطر لأن الاضطرار هو ما لم يتناوله الإنسان هلك أو قارب على الهلاك يبقى أنا اضطريت يبقى بالنص بيقول لي أنه نعم يجوز هذا أتفضلي تعيز أسأل حد لو شخص دلوقتي توفى ويخده جزء منه لشخص آخر حي حكم اي تعيز أسأل حد لو شخص دلوقتي توفى ويخده جزء منه لشخص آخر حي حكم عدنا برضو على حكاية الموت والموت الإكلينيكي والموت الإكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات يعني متى يحكم الطبيب أن هذا الجسمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلى القبر لأنه هو الموت بيتلوه الدفن فهارفرد حالتين مزع الدماغ أو يسموه الموت الإكلينيكي الموت الإكلينيكي له علامات فضل الأبحاث وتراكم المعرفة لغاية ما وصل إلى ما فوق فوق علامة أنه الشخص ده مات إذا حدث هذا الفرق بين الموت هذا والموت هذا أنه أصبح هناك درجتين من الموت قضية الأجهزة يعني هو بيتحط الأجهزة فإز بالدورات تسير قهرا الدورات اللي بتسير قهرا دي يعني التنفس يسير قهرا الدورة الدموية تسير قهرا بالأجهزة الأجهزة بتسبب هذه المظاهر بالرغم أنه لو رفعت الأجهزة مات الفاتوى المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا ولذلك يمكن رفع الأجهزة الأجهزة دي بتستهلك في اليوم آلاف ومئات الآلاف من الجنيهات يعني زي ما بيقولوا يبقى موت وخرب ضيار فهو أصلا معاك ما تبخلش ما معاكش ما تستلفش فأفتت المجامع والدور بأنه يجوز رفع الأجهزة أول ما بيرفع الأجهزة من الموت الإكلينيكي هذا بيجروا به لأنه لا يجوز نقل الأعضاء من جثمان الميت إلا بعد ساعات معينة الإنسان ده أصبح ميتا والإنسان ده أصبح حيا أو هو حيا هل يجوز نقل العضو من الميت إلى الحي من أجل حياته وكانت الإجابة شبه المتفق عليها يعني لم يخالف في هذا إلا من لم يرد هذه العملية بجملتها نعم يجوز وعليه الفتوى وعليه القانون فيبقى إحنا كأننا حلينا هذه المشكلة فواحد يجي يسألني ويقول لي طب أمه اللي بتقول لي ثلاثة من تلتمية إيه فكرتهم فكرتهم التخوف من أن يصبح الإنسان قطع غيار سبير فشيء مرعب إن إحنا نخلي الإنسان كده عشان قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته وكبدته والبكرياس وناخد منه عنيه وناخد منه رجليه وصباعه حكاية قطع تحويل الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى إلى قطع غيار رفضت عنده كثير من المفكرين الكثير ده لا يتعدى واحد في المئة دلوقتي من عموم المفكرين والعلماء وكده إلى آخرين هل نلاقي هذا الفكر موجود عند عشرة وعشرين موجود موجود هذا الفكر لكنه اللي استقر عليه الاختيار واللي استقرت عليه المصلحة العامة في العالم واللي استقر عليه الأكتر من عشرين قانون في الدول الإسلامية بعد كل هذه الأبحاث هو الجواز نعم هل في حد هنا عنده سؤال تفضل مولانا في بعض الناس بتوصي أنها بعد ما تموت تأخذ أعضاءها ويتبرعوا بيها وعلى النقيد في ناس بتوصي أنها ما يتخذش منها أعضاء حتى لو كان في ضرورة لذلك فهل ده نوع من أنواع التعدي على حق الله بما أن الكون ليس ملكنا والأجسام ليست ملكنا مدخل التصرف في هذه المسألة ليس من مدخل أنه أجازة أو لم يجز بقدر ما هو مدخل تطبيق مصلحة الحي على الميت أما لو كان الأهل غير موافقين أو كان هو أوصى بأنه محدش يقرب لجسمانه أو كده إلى آخره لأن هذا الفعل لا يتم تمثيلا بالجسة هذا الفعل يتم تحت ضوابط جراحية معينة المدخل فيها هو إحياء الإنسان أو استمرار حياته وليس المدخل فيها هو قبول هذه الوصية أو قبول عدمه نما القانون بينص على أنه إذا أوصى بعدم يبقى ننفذ وصيته في هذا المجال في حد في البنات تفضلي فضليت مولانا لو سمحت موضوع تأجير الأرحام وتجميد البويضات للنساء تأجير الأرحام دي قضية تانية خالص غير قضية نقل الأعضاء ولعلنا أن نعمل في كده حلقة مستقل تأجير الأرحام عندنا مشكلة في اختلاط الأنساب اختلاط الأنساب عندنا ممنوع ومن أجل ذلك حرم الزنا وإختلاط وإختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الميراث واختلاط الأنساب سيؤثر في مشكلات لا حل لها في قضية الحل والحرم الحرمة في الزواج ولذلك الميراث والزواج ومشكلات التقاضي حول هذه المسألة بتمنع من تأجير الأرحام تأجير الأرحام بيميل فيه المسألة إلى مسألة مادية ربنا سبحانه وتعالى رسم لنا خريطة الكون يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم هذا الترتيب يعني يريدون أن يخرجوا منه قصرا والخروج القصري قد يكون بما يسمى بأطفال الأنبيب وأطفال الأنبيب أهوا لأنها في مكان التقي فيه البويضة بالحيوان المنوي ويتم زرع وشتل هذا في نفس السيدة بعد كده لكن قضية تأجير الأرحام هي قضية منعها المجامع الفقهية الكبيرة ودور الإفتاء من أجل ما يترتب عليها مما لا يوائم هيكل الأحكام الشرعية المتبقية هل في حد من البنات عايز يسأل تفضلي؟ فضلتك دلوقتي انتشرت في السوشيال ميديا والدكاترة كلها بيعملوا حاجة اسمها تحديد جنوع جنين ذكر أو أنسى هل ده أصلا حلال شرعا ولا ده إيه؟ آه حلال لأنه كان قديما يتم هذا ولكن ليس بنسبة مئة في المئة فيقول للست كلي أنواع الطعام الفلانية يكون ذكرا وإذا أكلت أنواع الطعام العلانية يكون أنثى ويقول أنه في الأوقات الفلانية في الشهر القمري يكون ذكرا أو كذا يكون أنثى فهو التشوف ومحاولة اختيار نوع الجنين لا شيء فيه الآن هي بتتم ميكروسكوبيا يعني أنه بيعزل المؤدي إلى الذكورة أو المؤدي إلى الأنوثة لكن الله غالب على أمره لو أراد الله سبحانه وتعالى للذكر أن يكون أنثى هيخلق أنثى وهنقول ساعتها دا الطب غلط غلط في التطبيق فمراض الله في النهاية شيء والاختيار البشري ممكن أفعله شيء آخر وهكذا ومع نور الدين نستمر في الهداية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته